أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء إزالة الألغام الروس بدأوا اليوم تفكيك الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مدينة تدمر التاريخية وأضافت أنهم تمكنوا من اكتشاف وتفكيك أكثر من 120 عبوة ناسفة في تقاطع من الطرق يزيد طولها عن كيلومتر يأتي ذلك فيما دعت موسكو إلى إرجاء بحث مصير الرئيس الأسد طالب وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف تركيا بوقف تدخلها في شؤون جيرانها وقال خلال مؤتمر صحافيا مع نظره الملدافي في موسكو إنه من المهم للأتراك الآن وقف التدخل في شؤون الداخلية لأي دول أخرى سواء في العراق أو سوريا مؤكدا وجود وقائع كافية حول استمرار تركيا في التدخل ودعم الإرهاب رغم كل النداءات وعلى صعيد متصل أعلن سرقي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو تقترح إرجاء بحث مسألة مصير الرئيس السوري بشار الأسد وانتقد ريباكوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء الشركاء الغربيين لأنهم يركزون على شخصية بشار الأسد وشيطنة الحكومة السورية بدرجة كبيرة ما يسمح للحديث عن عدم تنفيذهم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بسوريا ويحول دون وجود حل سياسي للأزمة وأكد الدبلوماسي الروسي أن الأطراف السورية يجب أن تبدأ مفاوضات مباشرة بجينيف في الجولة المقبلة مع ضرورة إشراك الأكراد كي لا يتناقض ذلك مع فكرة تقرير مصير سوريا موحدة ومستقلة وعلمانية من قبل سكانها ميدانيا قال الناشطون معارضون أن القيادية الأبرز والمتحدث باسم جبهة النصر فرع تنظيم القاعدة في سوريا محمود النموس الملقب بأبو فراس السوري قتل مع عشرين عنصرا من مرافقيه بينهم ابنه ومسلحون قياديون من جنسيات أجنبية ينتمون إلى جبهة النصر وجند الأقصى الموالي لها وذلك بغارة نفذتها مقاتلات سورية على شرق قرية كافر جالس شمال غرب مدينة إدلب اشتركوا في القناة